موسيقى هاي أول هادفونز شغالين اختراعهم البروفيسور ناثانيل بولدوين سنة 1910 لكنه ما سجل براءة اختراعه وكان يبيع سماعاته للبحرية الأمريكية لأنه تم تصميمهم للتواصل عبر الراديو أول أجهزة الهادفونز كانت تستخدم للاستماع للموسيقى بالبيت وما كانت معدة للتنقل لأنه كان وزنة كتير تقيل وممكن يوصل لتنين كيلو بعد وضع الهادفونز لمدة ساعة واحدة بس تكتر البكتيريا بالدينة 700 مرة استعمال السماعات مع مستوى صوت عالي ممكن يسبب الطرش ومشاكل تانية بالسمع لهيك عدد كبير من الأجهزة بتوطي الصوت أوتوماتيكيا بمجرد وصل السماعات فيها مين قال أنه استعمال السماعات خلال التمارين الرياضية ممكن يكون خطر لأنه بعيق وصول الدم للدينين فبيزيد خطر إصابتهم بسبب الصوت العالي أنا قال شفكم بكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر